السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللي كتشوف القناة ديالي لأول مرة كاقول لك مرحبا بك وفضلا وليس أمرا شاركي في القناة وبرتجيها مع الأهل والأصدقاء دابل بنت كيف ما كتشوفوا جيبتكم واحد الوصفة سهلة بزاف واللي كتحضر بواحد المكوين اللي كاملين كنسيبوه وفي هذا اللحظة هادي ما عد بقوش تسيبوه إن شاء الله وكتجي هاد الوصفة المربع الديدة بزاف دابا باش نمرو مع المقادير والتاريقة التحضير وفي المقادير كما كتشوفو عنا كيلو د القشور د الدلح يعني ديك شي اللي ما كان ناكلوش ديك طبقة الخضراء كان قطعوها ونزوغلوها وكان خليوها الطبقة البيضاء وفيها ديك شوية د الحمرة ومع نص كيلو د د السكر وعصير ليمونة كاملة بسم الله نبدو على بركات الله كنجيبو ديك القشور د الدلح كننقيوهم في اللول كنزولوهم ديك الخضر وكان قطعوهم هيدا يعني هو دقدار تخليوهم طروفة كبيرة الدنيا هنية لانو عي طيبو ومن بعد عي طحنو ولكن يعني باش تسهل العملية د الطيبان انا كن قطعو وكنزيد عليها العصير الليمونة كيف ما كتشوفو ونزيد عليها ديك نس كيلو د السكر ونخلطوهم مزيان ونغطوهم ونخليهم يرتاحو انا هاد العملية هذي عملتا في العشية وطيبتو لغده في الصبح وانتو ما يمكن لكم دعملوه في الصبح وطيبوه في العشية او لا في العشية وطيبوه لغده في الصبح خاصنا ديك دلاح يطلق ديك المالي فيه كامل باش منزيدولوش الماء وكل كيلو د القشور كيمشي معاه نص كيلو د السكر اذا بغيتو يجي ناقص الحلاوة يعني كد نقصو شوية دا با كيف ما كتشوفو با بعد ما بثلي قشور ديالي في هذك السكر تلق هاد الماء كامل ما زديتو لان احتشي نقطة الماء كنعملوه في واحد طنجرة وكنت دي وهي طيب ما كتشوفو واحد نار مهيله ونخلي وهكي طيب حتى كيتبخر ديك الماء كامل دا بها كما كتشوفو انا يخليتو يعني حتى تتبخر الماء كامل وكنتطحنو كيخرج لي واحد طرينة تلتميات القرام بغيتو كوفيتر ديكو ميجي خفيف ما دخلي واشي تبخر ديك الماء كامل يعني اه طفولو البوتا قبل لانو انا خليتو واحد ساعة لما كان على النار وبغيتو انا يجي نتقل وكندو زون طحنو كما كتشوفو يعني هو سخون وانا كنطحنو باش نعملو في القراءة الزاج وهو سخون باش ساعملين شدة دبقى يعني دقدار دبقى محافظة على ديك المرابة لوقت طاويل والليلة كنتو عاد عملو الكيمية كبيرة ومع تستهلكو هاشي يعني في واحد الوقت قصير كدعملو هالقراءات في واحد الطاوى في هالما حتى للنص وكددخلو هالفران واحد ساعة للمقانة ومن بعد يعني كيجي فحلي محكم الغلق فحلي كنشريوه والمرابة ذينا البنت ها هو جاهز كيف ما كتشوفو انا خليتو احتى تبخار ديك الماء كامل باش يجي نتقيقها شوية هيدا مزيان ابغيتو يجيكم خفية فخليو فيه شوية دلماء وموهم ساعة كتطحنو وصدقون يا البنات كتجي هاد مرميلاذا لديدة بزاف يعني فكتجي وكأنها ماشي مصغبة مالقشور دد اللح كتجي فيها واحد المذق عجيب اذا جربتوها ان شاء الله ما عدبقوش تسيبو القشور نهائيا وذا با البنات وصلنا لنهاية دي الفيديو نتمنى تكون عجبتكم هاد الفكرة وتجربوها وتشركوها مع الاهل والاصدقاء وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة مع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله